تفقد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتور أحمد مثنى مشفى الإصابات الجراحية لأطباء بلا حدود الفرنسية في عدن للإطلاع على سير الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للحالات الطارئة المصابة من العنف وإطلع البيشي خلال جولته مع نائب رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في عدن هاني المليحي على أوضاع المشفى الذي تديره المنظمة والخدمات الطبية المجانية المقدمة للمصابين وضحايا العنف وإصابات الحروب بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الفيزيائي والدعم النفسي للمرضى مؤكدينها وقوف منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية وتعزيزها للقطاع الصحي بعدن في تنفيذ أنشطتها الصحية الجديدة في العام 2025 من جانبه أشد مدير عام الصحة بعدن الدكتور البيشي بجهود منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية وتدخلاتها النوعية والمميزة في القطاع الصحي التي أسهمت في توفير الرعاية الطبية لحالات الإصابات البالغة مؤكدا حرص مكتب الصحة بالمحافظة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز أنشطتها الصحية في عدن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر